يشارك ليوناردو ديكابريو وروبرد دينيرو ومارتين سكورسيزي مساء الثلاثاء في تدشين كازينو ستوديو سيتي في مكاو التي تعاني من إثر حملة شنها بكين لمكافحة الفساد وقد أعرب مروجو هذا المجمع الفندقي عن تفاؤلهم رغم انهيار قطاع الكازينوهات في هذه المستعمرة البرتغالية السابقة التي عادت إلى السيادة الصينية في العام 1999 نأمل أن يكون افتتاح ستوديو سيتي محفزاً لزيادة عائدات ألعاب الميسر وقد تراجعت عائدات مكاو من ألعاب الميسر في أيلول سبتمبر للشهر السادس عشر على التوالي بنسبة 33% مقارنة بأيلول سبتمبر من العام 2014 وأتى ذلك نتيجة سياسة بكين الجديدة التي تدفع هذه المنطقة التي بدورها تتمتع بحكم خاص إلى تنويع نشاطاتها وسيعرض خلال افتتاح المجمع الجديد الذي بلغت كلفته 3 مليارات دولار فاصل 2 فيلم قصير بعنوان The Audition أنجزه مارتين سكورسيزي بطلب من مرويجي المشروع ويشارك فيه ليناردو ديكابري وروبرد دينير وبراد بيت وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الفيلم كلف 70 مليون دولار وأن كل من النجوم حصل على 13 مليون إلا أن مجموعة مالكو كراون أنترتينمنت نفت ذلك ترجمة نانسي قنقر